الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الثالث عشر من مارس تطورات هامة وخطيرة نطاق القصف الأوكراني يتوسع باتجاه روسيا هجمات أوكرانية باتجاه الحدود الروسية في اتجاه بيلغوراد وكورسك إضافة إلى ذلك عمليات الاشتباك مستمرة في الخطوط الأمامية وتغيير في خريطة السيطرة إضافة لذلك خطاب لبوتين وبعض المعلومات حول المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إضافة لمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوت أي معلومة ولا تنسوا رجاء الانضمام إلى القناة سنبدأ مباشرة مع خطاب بوتين أبرز ما قاله أنه ظهرت قوات أمريكية في أوكرانيا فإن روسيا ستعامل على أنها غزاة إضافة من وجهة نظر عسكرية تقنية فإن الاتحاد الروسي مستعد لحرب نووية طبعا إضافة لما ذكره بوتين قال أن المفاوضات ليس وقفة لإعادة تسليح كييف إنما هي حوار جدي حول الضمانات الأمنية لروسيا وقال أن روسيا مستعدة لمفاوضات بشأن أوكرانيا لكن هذه المفاوضات يجب أن تستند إلى الواقع أحبائي قال أيضا أنه إذا أرسلت بولندا قوات إلى أوكرانيا فإنها لن تغادر أوكرانيا مع العلم أن أوكرانيا حتى اللحظة ربما هي تصريحها الرسمية الوحيد أنها لن ترسل جنودا إلى أوكرانيا بينما فرنسا مصرة على إنشاء تحالف لإرسال قوات إلى أوكرانيا مع عدد من الدول إضافة إلى ذلك أحبائي فلننتقل مباشرة باتجاه منطقة بلغورات حيث تستمر الاشتباكات في المناطق في اتجاه غريفوران تحديدا في هذه المنطقة حيث ما زالت القوات الأوكرانية تحاول جسد نبر الدفاعات الروسية تحاول الهجوم باستمرار وقصف المنطقة باستمرار في هذا الاتجاه في محاولة لكشف مواقع الدفاعات الروسية كشف نقاط الضعف نقاط القوة حتى تتمكن من قيام بمزيد من العمليات هجوم كبير مستمر طوال الوقت باتجاه كامل هذه الجبهة على طول هذه الجبهة القوات الأوكرانية كانت قد سبك وحجرت واستقدمت مجموعات استطلاع على طول هذه الحدود وصولا إلى اتجاه تيت كينو في هذه المنطقة إذن أحبائي نحن أمام عمليات عسكرية أوكرانية مستمرة في هذا الاتجاه هناك حديث عن وجود مقاتلين أجانب إلى صفوف القوات الأوكرانية إضافة العملية مختلطة قوات مسلحة أوكرانية ومقاتلين أجانب إضافة إلى ذلك قامت القوات الأوكرانية باستهداف روسيا استهداف مناطق كورسك ويلغوراد وفرونيك وريازان وعيدا روسطوف وغيرها بأكثر من سبعين طائرة مسيرة القوات الروسية أسقطت بعدها بالدفاعات الجوية أسقطت بعدها الآخر بأنظمة الحرب الإلكترونية وبعض والآخر استهدف عددا من المواقع مثلا في ريازان استهدفت مصفات نفط للقوات أي للروس طبعا عمليات دقيقة للقوات الأوكرانية في استهداف المحطات أكثر منطقة تعرضت للقصف هي باتجاه فرونيك حيث قاعدت قوات الروسية عن إسقاط ما يصل إلى 40 مسيرة إذن القوات الأوكرانية تعمل بكثافة انطلاقا من كامل هذه الجبهة باتجاه الروس فلذلك هنا الحديث هل الأوكرانية يحاولون إشغال الروس في هذه الجبهة لدفعهم ولبعادهم عن القيام بعملية ضخمة أم يحاولون القيام بذلك تنهيدا لهجوم كبير هذا ما سيكشف الوقت ولكن حتى ذاك الحين القوات الروسية تواصل عمليات القصف باتجاه مواقع القوات الأوكرانية هناك أيضا ضربات باتجاه هذا الموقع هنا تستخدموا القوات الأوكرانية في نقاط تجمع على طول الحدود كما قلت لكم منذ الأمس طائرات سقوي الروسية تعمل انطلاقا من صومي وصولا إلى خاركيف ضغط كبير من قبل سلاح الجو الروسي لمرحي مزيد من التحركات على طول هذه الحدود ولكن كما تعلمون الأمر ليس سهلا الحدود شاسعة وواسعة هناك الكثير من القوات الروسية في هذه المنطقة تحاول تثبيت نقاط فعلا على طول هذه المنطقة ولكن الأمر ليس سهلا دوما الأوكراني يلجأون إلى هذه المنطقة الاستهدافة طبعا ننتظر مزيدا من التفاصيل مع ساعات المساء حول أي نتائج إضافية إذن أحبائي هجوم كبير للقوات الأوكرانية بالطائرات المسيرة وعلى الأرض ما زال الهجوم محدودا كما قلت يعتبر جاست نبض أما على سعيد المناطق فأعيد تذكيركم في اتجاه سينكيفكا في منطقة كوبيرانسك استطاعت الكوات الروسية تقدم في الأوان الأخيرة في هذه المنطقة ضمن الغابات وقرب البلدة في محاولة للهجوم مجددا والسيطرة على هذه البلدة الهم طبعا كوبيرانسك تخدم مباشرة في التقع في منطقة خاركيف وتساعد كما تشاهدون الطرق الرئيسية في الوصول إلى خاركيف لذلك تسعى القوات الروسية موسط اشتباكاتها في اتجاه سينكيفكا للسيطرة عليها والضغط باتجاه تبايفكا هنا إضافة إلى كامل هذا المحور للسيطرة عليها والتوجه لاحقا نحو خاركيف ربما لا أحد يعلم ولكن أحبائي فيما يتعلق باتجاه أفدايفكا فالمعارك مستمرة بشكل كبير بشكل قوي طبعا في محيط أفدايفكا في اتجاه بيرفومايسكي استطاعت القوات الروسية التقدم في هذه المنطقة تواصل قوات الروسية تقدم اليوم الثاني أو الثالث على التوالي طبعا منطقة بعمق خمسمائة وتسعين مترا وبعرض خمسمائة وخمسة وثمانين مترا إضافة إلى ذلك نشأت منطقة رمادية نتيجة الاجتباكات القوات الروسية تحاول السيطرة على كامل بيرفومايسكي كما تشاهدون السيطرة عليها تعني حكما قطع طريق هام للإمداد الأوكراني الذي يأتي من المناطق هنا باتجاه أومانسكي طبعا ما زال هناك بعض الطرق ولكن هذه طبقة طريق رئيسية هامة إضافة إلى ذلك تخدم القوات الروسية الموجودة في كامل هذا النطاق القوات الروسية تواصل الاشتباك مع القوات الأوكرانية في محيط تونينكي في محيط أورليفكا وفي بيرديتشي تستمر المعارك بشراسة عمليات قصف روسية هي الأعنف كما قلت لكم بالأمس لذلك أتمنى من حضرتكم دوما الانضمام إلى القناة والأهم تفعيل جرس الإنذار وإلا لن تصلكم الفيديوهات ولن تظهر أمامكم الفيديوهات إلا نادرا أحبائي العمليات مستمرة طبعا عمليات قصف روسية بالأمس طالت باتجاه سيليدوفي إضافة إلى ذلك فيما يتعلق باتجاه باببيدا ونوفميخاليفكا ومحيط مارينكا تستمر المعارك في محيط مارينكا تحديدا في اتجاه كراسنوريفكا وفي اتجاه يوريفكا تحاول القوات الروسية توصيع سيطرتها في كامل هذه الاتجاهات في مسعى للتقدم وكما قلنا 11 جبهة في اتجاه محور دانياتسك الكوات الروسية باتت تسيطر على اثنتين نيفليسكوي وباببيدا وتواصل العمل على المناطق الأخرى كما نرى طبعا في اتجاه نوفميخاليفكا تتواصل المعارك بعد تقدم الكوات الروسية بالأمس وما قبله والسيطر على هاتين المنطقتين الكوات الروسية تواصل العمل للسيطرة على الأجزاء الشرقية بشكل كامل والتفرغ للأحياء الغربية من البلدة أحبائي فيما يتعلق باتجاه روبوتيني العملية العسكرية مستمرة ولكن ليس فقط في اتجاه روبوتيني اما ايضا في اتجاه فيربوفي وفي اتجاه هذه المنطقة التي وسعت الكوات الروسية سيطرت عليها في الأمنة الأخيرة سيطرت على هذه المنطقة وعلى هذه المنطقة ايضا هناك عمليات انزال للقوات الروسية في اتجاه خيرسون عنها الحاكم لمنطقة خيرسون التي تسيطر عليها الكوات الروسية أنه عند جسل انتونيو فيسكي كان هناك عملية خاصة للبحرية الروسية والميطاليين قاموا على اثرها بعملية انزال واستهداف يمكن قول انظمة حرب الالكترونية محطة حرب الالكترونية تم تدميرها اضافة ان مركز تحكم بالطائرات بدون طيار وتم قطر 30 جندي من الكوات الاوكرانية هنا حسب الحاكم الروسي لخيرسون اذا احباي فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية الامريكية الى اوكرانيا ما زال الاوكرانيون ينتظرون صواريخ اتاكامز من قبل الولايات المتحدة الامريكية وانا هذه حزمة المساعدات ستكون بكيمة 300 مليون دولار تتضمن منظومات دفاع جوي محمولة من نوع ستينجر اضافة الى 84 ينهي 421 من ستينجر اضافة الى دخائر دفاع جوي ودخيرة مدفعية عيار 105 و 155 اضافة الى دخائر الاسلحة الصغيرة ومتفجرات وقطع غيار للمعداد العسكرية اما فيما يتعلق بموضوع الاسلحة او الصاريخ الموجع لمعارس وغيرها طبعا لمنظومات الصواريخ ننتظر ما الذي سيحصل ما الذي سيتم تقديمه هل فعلا سيتم تقديم صواريخ اتاكامز ومزيد من الصواريخ الالمانية التي ستقدمها لبريطانيا وبريطانيا تقدمها بدورها او مقابلها الصواريخ ستون شادو لأوكرانيا مع طائرات F-16 هذه جميعها مستعدة لتغيير المعادلة ان تم استخدامها بضقة وبشكل متكامل طبعا اعيد تذكيركم طائرات F-16 يحتاج لنظام متكامل للعمل معه وليس فقط الطائرات لوحدها تكفي وننتظر ماذا سيتحدث ماكرون غدا في خطابه للفرنسيين حول اوكرانيا احبائي هذا ككل شيء حتى ساعات الصباح اي جديد سوافقكم به طبعا طبعا دون ان ننسى دربات روسية على منطق اوكرانيا ولكن انتظر مزيد من الاحداثيات حول المنشآت المستهدفة وافوني انتظروني مساء رجاء اضافة الى ذلك وريد اشكركم على كامل محبتكم وصيقتكم ودعمكم ووقتكم مستمين لمشاهدة كامل الفيديو لا تنسوا الدعم المادي للقناة هذه القناة مستمرة بدعمكم ماديا التفاصيل موجودة بالوصف الخاص بالفيديو ونكركم سؤالي عبر التعليقات شكرا لكم وإلى اللقاء